بعد الدعب الدولي الكبير والتوافق الذي شهدته الساحة الدولية حول ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها من خلال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد حسب خارطة الطريقة دعم مصري أمريكي مشترك يظهر من خلال مباحثات أجرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن حول آخر المستجدات في ليبيا السيسي وبايدن أبديا توفقهما حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي كما كانت هناك إشادة أمريكية بجهود المصرية تجاه القضية الليبية التي عززت من مسار العملية السياسية في ليبيا توافق مصري أمريكي يترجم المصالح المشتركة للبلدين في استقرار الأوضاع في ليبيا من خلال دعمهما المباشر والعلني لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد بالرابع والعشرين من ديسمبر القادم كونها الحل الوحيد للأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ سنين وتبعاتها التي تعدت الحدود الليبية قوتان عظميان وضعتا اليوم اليد في اليد للعمل معا لحل الأزمة في ليبيا عبر حل واحد وهو صناديق الاختراع يوم الرابع والعشرين من ديسمبر وممارسة الضغط الدولي لتحقيق هذه الغاية دون السماح بأية عرقيلة قد تحدث وهو ما سيزيد أيضا من فرص التأييد الدولية لدعم الانتخابات في ليبيا خاصة وأن مصالح كثيرة تجمع العديد من البلدان بأمريكا ومصر اشتركوا في القناة